اشتركوا في القناة وعلى كلمته الافتتاحية أشار الوزير الزياني إلى أن الاقتصاد العالمي وما تمر به اقتصادية الدول الناشئة من منعطفات وتحديات مستمرة يتطلب المزيد من الدقة والقراءة الجيدة للفرص المتاحة ولكون التقارير المحاسبية من أهم عناصر جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية إلى جانب كونها مصدرا من المصادر الأساسية لاتخاذ القرار فإن مكانة هذه المهنة تبرز وتتصدر الاهتمامات باعتبارها أحد الركائز المهمة المعززة للتنمية الشاملة والمستدامة في الحال في أي مهنة أخرى فنحن اليوم نعيش في عالم اللي لا يمكن أن الواحد يبدع في المجال اللي هو فيه من دون دخول في عالم تقنية المعلومات أو إضافة حلول تقنية إلى العمل اللي يكون به فعلى مدى مثلا إذا نأخذ العشرين سنة المضات نشوف اليوم في كل مهنة يدخل عامل التقنية وذا كان مهنة الطب أو الطيران أو الهندسة أو أي مهنة أخرى واللي ما تأقلمه مع هذا التغيير الجذري نشوف اليوم أن طرقهم أصبحت بداية ويمكن حتى مع الوقت تنتهي فالواجب اليوم على كل من يعمل في أي مهنة كانت أن يكون عنده جزء من الإلمام بكيفية التعامل مع هذه المعطيات الجديدة أنا اليوم أردت أن أطلق مشروعا جديدا لمهنة المحاسبة على مستوى العالم وأننا نحن أول من يطلقوا في الدنيا نحن ما عندنا خجل بأن نكون سباقين على العالم كله أنا لا أقبل أن نقول علينا أن نلحق بالركب العالمي يجب أن نقود الركب العالمي كما قدناه 500 سنة في تاريخنا فأنا بالأعمل أطلقت في هذا المؤتمر إنشاء فريق عمل من مجموعاتنا مؤلف من المحاسبين وتقنيين وخبراء في الإبداع والاختراع لنخترع برنامج تدقيق يحل بدل المدقق الإنسان أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال البرنامج التنفيذي الرابع للإدارات العليا والمدراء التنفيذيين تحت عنوان التفكير الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي والقيادة الرقمية وقد تم تنظيم البرنامج التنفيذي الرابع لهذا العام تتابعا لنجاح التعاون بين المجلس العام وكلية آيفي لإدارة الأعمال في تنفيذ هذا النوع من البرامج التنفيذية رفيعة المستوى وقد أوضح الاستبيان العالمي للمصرفين الإسلاميين لعام 2018 بأنه من المتوقع أن أكاس نمو التحولات التكنولوجية على المعاملات المالية من حيث الوقت وجودة الأداء وبالتالي ينظر إلى التكنولوجيا المالية على أنها فرصة وتحدي لنمو صناعة الخدمات المالية ولا نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدين مع غلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث تراجع مؤشر البحرين العام في نهاية تدولات اليوم بنسبة 0.26% مقفلاً على مستوى 1340 نقاط حيث شهدت التدولات انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون وثمانية عشر ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 262 ألف لنار تم تنفيذها من خلال 51 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول اليوم على سهم قطاع الخدمات بنسبة 65% من إجمالي التدولات وبنسبة إلى غلاقات باقي البورصات الخليجية غلب اللون الأحمر على الإغلاقات بسبب مواصلة السعار النقاط العالمية هبوطها اليوم نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة 13 نقاط مئوية تقريباً مقفلة عند مستوى 7750 نقطة وجاء على رأس التراجعات مؤشر المواد الأساسية والبنوك التجارية نتحول لمؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي أغلقت على ارتفاع بنسبة 0.13% لتقفل عند مستوى 5297 نقطة وذلك بدعم من تقدم مؤشر قطاع العقارات وأيضاً البنوك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدها ارتفاعاً في تدولات اليوم بنسبة 0.25% ليقفل عند مستوى 4966 نقطة وذلك بارتفاع الأسهم القيادية ويتصدرهم قطاع البنوك التجارية سوق دبي المالي أغلق على تراجع بنسبة 0.98% ليقفل عند مستوى 2775 نقطة بتأثير من تراجع كافة مؤشرات البورصة بقيادة قطاع التأمين سوق مصد الأوراق المالية شهدها ايضاً انخفاضاً بنسبة 0.28% ليقفل عند مستوى 4467 نقطة وذلك بتأثير من خفاض أغلب قطاعات البورصة العمانية وعلى أسهم قطاع الخدمات التجارية أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن أفاق الاقتصاد السعودي للعام المقبل تظهر استمرار النمو بفضل ارتفاع أسعار وإنتاج النفط علاوة على التحسن المتوقع في القطاعات غير النفطية وأشار أزعور إلى أن الصندوق لن يغير توقعاته بشأن الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي موضحا أن ما قد يكون له تأثير على آفاق الاقتصاد هو توجه أسعار الخام في المستقبل واتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي ستنفذها المملكة وقد فسر أزعور في مقابلة مع قناة العربية العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط وتوقعات صندوق لنمو اقتصادات الخليج العربي الفرضيات اللي احنا اخدينا بموضوع النفط بتقول أنه أسعار النفط بترجع لحوالي 60 دولار بعد سنتين أو ثلاثة مثل ما قلنا هيدا الموضوع قابل للتغيير نظرا للتغييرات السريعة اللي عم نشوفها بأسواء النفط أكان لجهة الطلب وخاصة أنه اليوم النمو الاقتصادي العالمي عم يصل إلى مرحلة من إذا بدنا نقول الاستقرار وممكن أن يشهد تراجع بالمرحلة اللي جاء وكذلك الأمر التطور اللي عم نشوفه بالعرض إن كان بالاستثمارات الجديدة أو ببعض يعني الانتاج اللي بسبب الأوضاع السياسية أو جيو سياسية بأكتر من منطقة بالعالم عم يتأثر بعض الأحيان وإلى الإمارات حيث أبرمت إمارة أبوظبي ممثلة بشركة باترول أبوظبي الوطنية أدنوك اتفاقية امتياز مع شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز للحصول على امتياز بنسبة 25% في مشروع عملاق للغاز الحامض البحري وقالت وكلة أنباء الإمارات إنه وفقا لبنود الاتفاقية التي تعد أول اتفاقية امتياز للغاز عالي الحموضة تتحمل إيني نسبة 25% من المصارف التطويرية للمشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات ويأتي الإعلان عن الاتفاقية عقب اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطة أدنوك الجديدة للغاز التي تهدف لتحقيق أقصى قيمة من مكان من الغاز في أبوظبي ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول إلى تصديره نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل القيمة السوقية لأبل تتراجع بنسبة 5% بسبب عدم الثقة بأرباح الشركة حذر مسؤول كبير بصندوق النقل الدولي حذر تونس من فاتورة أجور القطاع العام ويبقى لها تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون وجاء ذلك التحذير بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية في البلاد وفي أواخر الشهر الماضي ألغى اتحاد الشغل التونسي إضرابا في أنحاء البلاد للعملين في القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية في تطور لأزمة السيولة النقدية في السودان نفذ النقد من الكثير من مكينات الصراف الألي بالعاصمة السودانية الخرطوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتفادي انهيار اقتصادي من خلال خفض حاد في قيمة العملة وإجراءات تقشف عاجلة وارتفع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم وضعف أثقة في النظام المصرفي وسياسة البنك المركزي في تقييد المعروض النقدي لحماية الجنيه السوداني مما أدى إلى أزمة في السيولة تفاقمت في العشرة الأيام الماضية انتظارا لتسليمات جديدة من أوراق النقد وتأتي أزمة السيولة النقدية بعد شهر من سماح السلطات العملة المحلية بالتراجع إلى 47.5 جنيه للدولار من 49 جنيها وإعلانها إجراءات لتقليص الإنفاق رفض التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا الامتثالة للمفوضية الأوروبية بعدم تقديم أي تعديلات على ميزانيته للعام المقبل مما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما ويرى التحالف الحاكم أن الميزانية التي يريدها ستنعش النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين في البلاد وفي المقابل ما تزال السلطات الأوروبية ترفض هذه الميزانية التي تقضي بعجز في إجمالي ناتج الداخلي يبلغ بنسبة 2.4% في عام القادم 2019 و2.1% في عام 2020 تمكنت الصين من التفوق على اليابان لتصبح أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي في الوقت الذي تشن فيه بكين حملة على التلوث وتود لتقدم طلب للوقود الأقل تلويثا للبيئة في حين يقلص استناف وتشغيل مفاعلات نووية في اليابان ورداتها من الغاز الطبيعي المسال وبلغ إجماليو وردات الصين من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2018 عبر خطوط الأنابيب وغاز مسال 72 مليون طن في المقابل استوردت اليابان نحو 69 مليون طن من الغاز المسال في تلك الفترة ولن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وسعار النفط والمعدن الرئيسية موسيقى موسيقى أدى هبوط سعر سهم شركة أبل الأمريكية إلى إطلاق جلسة بيع أخرى ببصة وولستريت وذلك بعد أن أعرب موردون لأبل عن عدم ثقة بأرباح الشركة وتراجعت القيمة السوقية لأبل بنسبة 5% وهو مستوى لم تبلغهم منذ يوليو العام الماضي وأوضح أن هذا التراجع يأتي بعد قيام اثنين من أكبر موردي الشركة بخفض توقعاتهم للسنة المقبلة وعبرتنا من موردي أبل عن عدم ثقتهما في الأرباح التي ستحققها الشركة خلال العام القادم 2019 وذلك بسبب انخفاض مبيعاتها خلال الفترة الماضية